ساعة الخيرة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى وحشتوني جداً جداً من الأسبوع اللي فات دايماً بكون معاكم إيمان مختار كل يوم اتنين الساعة سبعة بالتمام أصبط ساعتك علينا النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جداً وحقيه مهم مهم نفسياً وبدنياً وعصبياً موضوعنا النهاردة إيه؟ موضوعنا النهاردة عن الاكتئاب المسيمي أو مزاجنا اللي بيتغير كل شوية بنلاقي أنا دلوقتي في حال بعد ساعة في حال وخصوصاً إحنا خلاص داخلين في فصل الشتاء الفترات دي فيه ناس بتحس إن هي عيانة بتحس إن هي مش مظبوطة لأ ده طبيعي اللي إحنا بنحس بيه ده أحياناً بيبقى طبيعي لإني دي تغيرات المواسم وستات كتير جداً ومرحقين كتير جداً بيشتكوا في الفترة دي من تغيير الفصول والحالة النفسية اللي مش مظبوطة فجأة تلاقي نفسك أنا مش عارف يعني أنا ما عنديش مشكلة بس مش مبسوط حسة كده بحاجة واقفة على قلبي تلاقي الستات تقولك إيه حسة كده إن في حاجة واقفة على قلبي مش قادرة تنفس مش مبسوطة حسة بهم حسة إن أنا مزاجي مش رايق حسة باكتئاب أمزجة كتيرة جداً اليومين دول الشكاوي كتيرة جداً جاتلنا على صفحة البرنامج فقررنا إن إحنا نعمل الحلقة دي عشان نعرف هل فصول السنة وتغيير فصول السنة بيخلينا نحس بالاكتئاب والمزاجية السريعة المرعبة دي ولا هل إحنا عندنا ضغوطات كتيرة في حياتنا بتخلينا فجأة بنفضل نخزن 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 طول السنة وفي الوقت ده من السنة كل اللي خزننا ده بيطلع بيطلع علينا وبيطلع على نفسيتنا